هناء رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي خلال اتصال هاتفي سمو الشيخ الصباح خالد الحمد الصباح ولي عهد دولة الكويت بمنسبة صدور أمر تعيينه وأداء اليمين الدستورية وأكد مدبولي حرص مصر على تعزيز العلاقات الثنائية مع الكويت من خلال البناء على الروابط التاريخية المميزة وترجمة المساعي الجادة للقيادة السياسية في كل البلدين من أجل تحقيق أهداف التنمية بما يخدم صالح الشعبين ومن جانبه أعرب سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح عن بالغ التقدير لهذه التهنئة مؤكدا عمق العلاقات التاريخية بين البلدين وتطلعه للتعاون المشترك بين الجانبين بما يسهم في تحقيق تطلعات الشعبين نحو التنمية والرخاء